خلف كواليس أزمة السودان مثاق سياسي جديد مرتق بيتم إعداده من طرف قوى سياسية فاعلة منها قوى الحرية والتغيير يهدف إلى دعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك إلا أن المثاق تحترضه عدة تعقبات منها رفض المجلس العسكري التحور مع قوى الحرية والتغيير باعتباره المكون المدني الذي وقع على الوثيقة الدستورية المساق السياسي تحترض عدة عقبات أبرزها أن الوثيقة الدستورية تقتضي أن تشارك قوى الحرية والتغيير في صياغة هذا المساق السياسي والمكون العسكري رافض حتى الآن الجلوس مع قوى الحرية والتغيير بالإضافة إلى أن التعقيد الأكبر هو أن الشارع رافض لإعلان الإطاري وكل ما ترتب عليه الإعلان عن الاتفاق السياسي الجديد حسب قوى الحرية والتغيير لا يزال بعيدا بسبب الخلافات التي نشبت بين رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعدما رفض حمدوك مساهمة الجيش في كتابة المثاقة المكون العسكري يريد أن يساهم في كتابة المساق السياسي القوى الداعمة للانقلاب وهذا الأمر رفضه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وطالب بالالتزام بما ورد في الإعلان السياسي ويبدو أن الأمر رمز على معقد وأن شقة الخلاف واسعة بين دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والمكون العسكري بدليل أن صحيفة الشراء الأوسط قبل ثلاثة أيام نشرت تقريراً ذكرت فيه أن رئيس الوزراء اتكف في منزله لأربعة أيام وبعد وساطات عاد إلى مكتبه هذا واتهم المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان بتجاوز صلاحيته الدستورية ومحاولته استبدال قوى السياسية بكيانات هلامية لا تؤمن بالديمقراطية للمشاركة في كتابة المثاق الجديد